طالما نتكلم عن الحياة الأبدية أكيد هذا موضوع أعتقد بيشغل كل البشرية من قديم الأيام حتى المصريين القدماء كانوا بيشتغلوا الفرعون كل وقته بيجهز ما بعد الممات وهكذا حضرات كثيرة اللي بتتكلم عن هذا الموضوع وحتى اليهود في العهد الجديد يعني بتشوف النموسة جاء ليسوع بقول له ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية أو الغني ماذا أعمل أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية فهذا بقود للسؤال ليه إحنا عندنا هذا الاحتياج أو يظهر هذا الاحتياج للحياة الأبدية يعني طالما أنا أسأل السؤال وأقول لماذا هناك احتياج للحياة هتكون الإجابة الطبيعية لأن هناك موت يسوت يعني أنا لو أحتاج للحياة لأن هناك موت أحتاج للطبيب لأن هناك مرض فطالما هناك احتياج لصنف حياة تسمى الحياة الأبدية لأن هناك موت يسوت الموت يسود إزاي؟ الكتاب قال لنا بسقوط آدم دخل الموت إلى هذا العالم في رمية 15 لأنه كام بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت وهكذا اكتزى الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع ما معنى الموت؟ الموت في لغة الكتاب المقدس في الموت الأدبي أو الروحي انفصال الإنسان عن الله اللهم اصدر الحياة وفي الموت الجسدي انفصال الروح عن الجسد وفي الموت الأبدي الطرح في جهنم نفسا وروحا وجسدا لأن كل الجنس البشري مائت بالزنوب والخطايا أمواتا بالزنوب والخطايا فأثما عطية يحتاجها الإنسان الميت هو الحياة الأدبية عشان كده ما كان يشغل قدماء المصريين ما يسمى الحياة بعد الموت كانوا يعدوا العدة في مقابرهم وهرماتهم علشان البعث ما يسمى البعث والخلود وأيضا ثقافات ما بين النهرين والفنقية وهكذا ما بعد الموت لكن صنف الحياة التي نتكلم عنها أنا مش أخده بعد الموت لكن أنا أخده بالإيمان القلبي بشخص المسيح بناء الحياة الله التي تستمر بعد انتهاء الحياة هنا إلى أبد الآبدين عشان كده هذه الحياة هي حياة تتغلب على الموت كل البشر أموات كل البشر أموات الجنس البشري ساقت ومائت الجنس البشري فسد أموات بالزنوب والخطايا عشان كده الاحتياج للأموات هو إلى الحياة المسيح جاء ليعطي حياة لمن ضربهم الموت وساد عليهم الموت ترجمة نانسي قنقر